في بقى نقطة في منتهى الأهمية وأنا عايزك أنت كمشجع للنادي الأهلي تستبق الأحداث معاه وهي برضو رسالة لإدارة النادي الأهلي النادي الأهلي يخوض بطولة كأس الربط حضرتك كمشجع للنادي الأهلي شايف أن دي بطولة ودية مش فريق معاك الأهلي يكسبها؟ أكيد لا النادي الأهلي أصلاً بيلعف بطولة ودية مشجع النادي الأهلي بيبقى عايز ياخد البطولة يعني أنت أكيد مش شايف أنها بطولة ودية هل إدارة النادي الأهلي شايف أنها بطولة ودية لا أو إدارة النادي الأهلي عايزة تكسب البطولة لو لا قدر الله لا قدر الله عشان ما حدش يقفش علي ويزعل مني هيقول لك الله الكريم عايز الأهلي يخسر لا يا سيدي لا قدر الله الأهلي خسر والأهلي يخسر ويكسب وهو بيلاعب منافسين مصريين برضه بس يعني أنا عشان ما تاخدهاش علي الأهلي خسر المباراة اللي جاية في كاس الرابط هتطلع تقول انت كمشجأ أهلية وتطلع تقول ايه ما هو الموديل الفني طالع في الإعلام وبيتكلم وبيقول كلام عامور فنية ومش شاغل نفسه بالفرقة ومش فارق نفسه بالمطش اللي عيلعبه في كاس الرابطة خلال يومين مش فارق نفسه بالكلام ده كله وساعتها إدارة النادي هتبقى عندها مشكلة إنه اللي وافقه تأكيد لبيت سمسيماني أنه يظهر في الإعلام في وقت في بطولة دي الأمور اللي لازم النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي تحطها في الاعتبار أنا عايز أفكركم بحاجة مهمة بيت سمسيماني بيت سمسيماني من كام يوم فاكرين تصريحاته اللي كانت في جنوب أفريقيا اللي قال فيها أن أنا عندي مش عارف عروض وأن أنا بفكر عروض في الأهلي يعني قال تصريحات مش عايزة كرارها يعني وقتها أغضبت أيضا إدارة النادي الأهلي هو يخرج بتصريحات بعيدا عن سياسة النادي الأهلي اللي بتطبق دائما السرية في كل الأمور دائما نحن خدوا بالك كلنا كإعلاميين وصحفيين ومزعين يعني بنتعذب جدا عشان نوصل لمعلومة في النادي الأهلي وعلى فكرة مش أنا بتعذب أنا هو أنا في النهاية عايز جيب معلومات كتير بس أنا بحترم ده جدا في النادي الأهلي بالعكس وبشجعه كمان أنا بيجي حد من الزمن يقول لي أصلي فلان مش عايز يدخل أو فلان مش عايز يقول تصريح أقول له حقه عايز يحافظ على فرقته احنا مش نبقى قانينين انت بتبص لناحييتك بس بس هو عايز يحافظ على فرقته عايز يكسب وعايز يشتغل فبرحته أدم هو شايف كده يبقى صح ده النادي الأهلي ده اللي بيعمله على طول لكن مسماني فتحها على البحري في موضوع التصريحات وأنا بقول لكم أن الأهلي أو تحديدا كابتن محمود الخطيب غاضب من هذا الأمر جدا جدا ترجمة نانسي قنقر